بينما يقاوم الرئيس الامريكي جو بايدن الضغوط المتزايدة لانسحابه من السباق الرئاسي امام المرشح الجمهوري دونالد ترامب سقط فريسة لفيروس كورونا الذي دهمه خلال فورة النشاط الانتخابي ليزيد الجدل حول قدراته الصحية وحظوظه الانتخابية الاعلان عن اصابة المرشح الرئاسي المحتمل بفيروس كورونا يأتي في وقت اصبح البقاء السياسي لبايدن على المحك منذ ادائه الذي وصف بالكارثي في نهاية يونيو في مناظرته مع دونالد ترامب والتي اثارت موجة تساؤلات حول قدراته الجسدية والعقلية وفتحت البابا امام مطالبته بالانسحاب بالتزامن مع هذه التطورات ذكرت وسائل اعلام امريكية ان شخصيات كبيرة في الحزب الديمقراطي مثل زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي يكثفون الضغوط على بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي بسبب مخاوف من عدم قدرته على هزيمة منافسه الجمهوري دونالد ترامب شومر ابلغ بايدن بانه سيكون من مصلحة الولايات المتحدة والحزب الديمقراطي انهاء مساعيه لاعادة انتخابه اما الطامة الكبرى جاءت من اهم دعميه نانسي بيلوسي التي اخبرت بايدن بان استطلاعات الرأي تظهر انه لا يستطيع هزيمة ترامب وان الرئيس يمكن ان يدمر فرص الديمقراطيين في استعادة السيطرة على مجلس النواب وفق شبكة سي ان ان كما يشير استطلاع رأي جديد الى ان حوالي ثلثي الديمقراطيين يؤيدون انسحاب بايدن ووجد ان ثلاثة من كل عشر الديمقراطيين فقط واثقين للغاية من ان بايدن يتمتع بالقدرة العقلية اللازمة ليخدم في منصبه الرئاسي بشكل فعال بتراجع طفيف عن اربعين بالمئة في استطلاع اجري في فبراير الماضي تشير النتائج الى التحديات التي يواجهها الرئيس البالغ من العمر 81 عاما فيما يحاول اسكات دعوات من داخل حزبه بترك السباق ويحاول ايضا اقناع الديمقراطيين بانه افضل مرشح لهزيمة دونات ترامب حيث قال في مقابلة قبل اعلان اصابته بكورونا ان الحالة الوحيدة التي قد تمنعه من خوض هذا السباق اذا تم تشخيص اصابته بمشكلة طبية خطيرة الا ان مستشارا ديمقراطيا كبيرا تحدث لشبكة سين ان الامريكية قال ان بايدن بات اكثر تقبلا لفكرة انسحابه من السباق الرئاسي بل وسأل مستشاريه اذا كانوا يعتقدون ان بامكان نائبته كامالا هاريس الفوز في الانتخابات بين ضغوط الديمقراطيين وتأرجح موقفه يواجه بايدن اختبارا صعبا لاستمرار الحملة الانتخابية فالى متى يواصل رفع شعار التحدي والاسرار على انه الديمقراطي القادر على هزيمة ترامب